السلام عليكم اهلا بكم هذا فيديو جديد وهنعرف على بعض النهاردة ازاي نتعلم نعمل الهلال دوت وهي استخدماته ممكن لزينة رمضان او ما يكون الخيط رفيع شوية وفتته رفيعه نستخدمه كديكور لحل بلوزات او اي حاجة عندنا تمام او مفارشة او حيزا كده هنبدأ مع بعض ونعمل غرص البداية وبعدين نبدأ نعمل واحد اتنين غرصة سلسلة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر غرزة سلسلة هنعمل مع بعض اول غرزة بنستخدمها بنسيب اول واحدة ونجي عالتانية ونعمل غرزة حشو نيجي الغرزة اللي وراها بنعمل غرزة نص عمود ونيجي على الغرزة اللي وراها برضو ونعمل نص عمود تاني تمام نيجي على التالتة ونعمل نص عمود جنبه عمود بلفة تمام في نفس المكان في نفس المكان ونيجي على الغرزة اللي وراها ونعمل عمود بلفة اول في نفس المكان نعمل عمود بلفة تاني تمام دي اول واحدة اتنين عمود في اللي وراها برضو هنعمل اتنين عمود بلفة بالشكل ده اهي ناخد التالتة اللي وراها كمان يبقى كده تلاتة بستة عمود بلفة تمام نيجي احنا الناس دين راجعين تاني بنعمل عمود بلفة نريح ايدي كنت تشتغلي وبعدين في نفس المكان بنعمل نص عمود تمام نيجي على اللي وراها نعمل نص عمود اللي جمان وراها نص عمود فاضي الغرزة بنعمل غرزة حشو فيها بس نزبطها نعمل نص عمود نعمل نص عمود اهي اوزد والشكل ده بنقفل وبنقطع الخيط كده انا عملت كده الحلال بدو شكل ده معايا اهو باجي طبعا باجيب ابرة اصغر شوية ارفع عشان اجي اه 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 انظف شغلي وبدخل الخيط بالسكل ده في الاماكن الديقة من شغلي بالشكل ده تمام بدخلها وطلعها بالشكل ده بتمسك في الشغل من من التحتاني اللي هو الديقة وباجي بقص ازيادات نفس الحكاية هنا باجي بخيط الابرة الصغيرة وبدخل الخيط وبدخلوا بين الغرز الديقة مسلا بالشكل ده بحيث يثبت اه ما يطلعش الخيط من بين الشغل وي ايه ويعمل اشكال مش حلوة تمام كده بدخل جزء تاني من الغرز في اي مكان تاني مش شرط مكان معين بس علشان ايه ما حدش يقول اه مكان فين اي مكان حوالين الغرزة بحيث ما تكالكعش مسلا او حاجة احنا بس عايزين نضطف كي بشغل الوظف نقص زيادات كده الشغل بتاعي اه واضح هنا فيه زيادة بشيلها بالشكل ده تمام ادي انا عملت الهلال معاكم بالشكل ده انا عملت طبعا عينات منه اهيه منتو شايفين بشكل ده تمام ااجي مسلا انا عايزة اشبكها مع بعضيهم واعمل انا جبت النجوم اللي انا عملتها قبل كده اهي اه عايزة مسلا اعمل كمية سلاسل زي ما انا عايزة في الاول علشان ابدأ اه اربطهم مع بعض واعملهم كازينة تمام اه باي عدد سلاسل مش هتفرق معاكي اه كمية السلاسل عاصة بالحبل اللي انت عايزة هتربوتي من مكان لمكان مسلا بتيسي زي ما انت عايزة وبعدين مسلا بتدخلي البتاء النجمة كده بتحملي مسافة مسلا عشر غرز خمستاشر غرزة انت بتعديهم عشان بس مسافة رقمت ساوية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مسلا وبعدين ناخد الهلال ونعمل بالشكل ده اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وناخد وراه اي لون تاني ونسب اهي بالشكل ده افلتوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ناخد الاحمر مسلا بس كده وناخد ونحط في الغرزة هي وبرضو نفس الحكاية انا اعمل منزلق كده وعشرتين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وناخد النجمة اهي برضو ندخلها ونستخدمها بالشكل ده اهي ونبدأ نكمل اهي زي ما انتو شايفين انا ربطوهم مع بعض وده شكلهم حيبقى في الاخر بس انا اجمعتهم شوية عشان يبانوا فاكده فاكده هو اهي طبعا انا هتقلوا واحدة مثلا اخت منكو هتقل لي مثلا ما هو بيبرم زي فين كده مثلا يبرم شوية مش هيفرد معايا انا هقولكو حل الموضوع ان هو عشان ده خيط فممكن زي ما انتو شايفين يبرم تمام اهيه تاني وارد جدا اهو بيتاني اهو مظبوط وباترون بتاعه مظبوط وكل حاجة او الورز مظبوط بس ممكن يتاني معايا كده انا طبعا اه مش هباركو في الكاميرا وبعد كده اه متعلقوها يتاني معاكو بالشكل ده انت عرفش يسترفو لأ احنا بدينا حل في الموضوع دوت ان انا بيجيب غيره ابيض الغيره الابيض معروف طبعا عن التوالبيات وكده فانا بيجيب غيره ابيض وبخففه بشوية مية وبحط فيه كل الحبل كله بتاع الزينة بحطه تمام بحطه في المية واحصره كويس ونشره او ياخد يوم واحد بس تمام بعد ما احط في المية ونشر بعد كده ينشف وخفيفة كده اقعد اكوي صدقوني هيبقى شكله رائع جدا وناشف واقف ومش حيبرو معاكو ويتانى بالشكل ده وطبعا ده عشان خيوطه كده بتقعد من السنة للسنة مش بيحصلها اي حاجة بالعكس بتبقى تتغسل وتتفرد وتتنشر وتبقى عملية جدا غير ازدين الورق اللي بتقطع كل سنة بنجيب غيرها ان شاء الله تكونوا استفدتوا النهاردة بالفيديو والمعلومة بتاعت النهاردة والى اللقاء ان شاء الله في وديهات اخرى وشغل مع بعضنا يستغلوا وحيعجبوا جدا ومنسوش مع بعض اللايك والى اللقاء في وديهات اخرى ان شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى